اشتركوا في القناة المصري البورسعيدي يوم الأربع المقبل ودي لقطات حصرية مباشرة تنقل لحضراتكم بشكل حي إن شاء الله نتمنى لهم جميعا كل التوفيق ويعني معنويا الأمور ماشية بشكل كويس جدا بعد فوز الكبير على الاتحاد السكندري بالأمس إن شاء الله الأهم دايما الاستمرارية وأي واحد قدم أداء جيد مهم بالنسبة له أنه يستمر في تقديم هذا الأداء ويثبت نفسه بشكل كبير يعني كل التفصيل دايما من إله لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي المختلف برامجة طيب خلينا نروح لترند الأهلي وأهم وآخر الأخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالفريق واللي كتبت على الحسابات الرسمية المختلفة نتدي بسبورت 360 على تويتر واللي بيقوله علي لطفي دائما ما يكون حاضر بقوة مع المارد الأحمر علي لطفي هذا الموسم لعب خمس مباريات ما دخلش مرماء ولا هدف الناس اللي دايما تقعد تتكلم على إن الأهلي محتاج حراسة مرماء كامل من دي ممكن حاجة تخص الناس المسؤولين في النادي الأهلي اللي هو أعلم بيها لكن الأهم إن احنا عندنا حارس جيد بردو لما بيشارك بيقدي بشكل مميز مبارح كان ممتاز جدا علي لطفي في بعض الاختبارات اللي اتعرض لها أثناء موارات الاتحاد وقده بشكل رائع وعلي لطفي يا جماعة حارس منتخبات بالمناسبة سأتختلف أو تتطفق على أداء لكن هو لعيد أو حارس مميز في كل الأحوال والأرقام كمان بتقول كده نتمنى له يا رب كل التوفيق يعني حساب في الجول على تويتر بكامعة زياد طارق قدام الاتحاد السكندري عمل إيه لعب 66 دقيقة سجل هدف عشر تمريرات من 16 كانوا صحيحة يعني من نسبة 63% اتنين صناعة فرص مره وقتين من أربعة كانوا ناجحين وهي ثلاث مرات قدر أن هو يستعيد العنصر المبشر إن شاء الله بإذن الله يكون أفضل كمان من كيب تطور من نفسه ده مهمة جدا الوطن سبورت وبالكي معلن فيه خمس لعبين شباب مرشحين للانضمام إلى قامة الأهل الأفريقية أبرزهم أحمد سيد غريب طبقا ليه الخبر أن هم بيقولوا أكيد حيكون فيه بعد العنصر الشابة في قامة الأهل الأفريقية لكن لسنا لم يطم الاستقرار بشكل نهائي هنا بيقولك مين هم محمد أشرف زياد طارق أحمد سيد غريب محمد مغربي ومحمد مغربي كده كده معارض شك هل حيرجع بعد العارضي أو حتى تمتد ده قرار برضو للمسؤولين على الكرة داخل النادي الأهلي وأيضا نضاف ليهم أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا بقاله فترة جبيرة مع الفريق الأول طيب خلينا نروح لخبر آخر عن حسين الشحات وده من حساب متدى على توتر واللي بيقوله أن حسين الشحات هيوصل للنهاردة القاهرة بإذن الله يوصل بالسلامة علشان يبتدي مرحلة جديدة بمراحل التأهيل بعد إجراءه إجراحة غضروف الرجبة أحد العناصر المميزة في صفوف النادي الأهلي وإن شاء الله يكون في طريقه للعودة السريعة للملاعب لأن أكيد الأهلي في أسد الحاجة ليه ولكل زميله المصابين يعني طيب نروح للخبر آخر وهو لأن حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشة وده من حساب يلا قرأ على تويتر وبيقولوا أن في مصدر قال لهم أن عرض برتوغالي رأفة خليل لعب الأهلي الشاب ولتقلق مع منتخبنا الوطني للشباب للأسف خسرين برح بدربات الجزاء الترجحية أمام المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب رأفة خليل من العبيد المميزين جدا في الحقيقة هو بالمناسبة هيخلص أو هو في طريق العودة للقاهرة ينضم مباشرة لمعسكر الأهلي في اسكندرية عشان قاد يتم الدفع دي في المغارات المقبلة في بطولة الدورية هو العب جيد بيلعب جناح أيسر وبيجيد كمان في الجناح الأيمن هل في عرض أو لا بشكل رسمي لا ممكن يكون فيه كلام شافوي من عرض من ريو أفل برتغالي كلام شافوي لكن حاجة لسمية جات النادي الأهلي لا ولو فيه حاجة لسمية جات حيتم منقشتها وبعد ما يتم منقشتها يشوفوا الأمور تمشي إزاي لكن فيه اهتمام أكيد فيه اهتمام فيه كشفين كتير جدا جدا حطوا عينهم على رأفة خليل نتمنى له كل التوفيق أيا كان هيكمل مع النادي الأهلي أو حتى لو خرج للاحتراف هو لعب موليد 2003 مبشر أيضا جدا هو منتاج كطاع ناشئين النادي الأهلي الناس اللي بتنتقد الكطاع اللي ناشئين في النادي طيب خلينا نروح لقرة 11 واحزابهم على تويتر من أجل إعادة الفريق للطريق الصحي هيركز بقى في الخبر ده قالك إيه صفقة زمالكوية من رقيار الثقيل تقترب من الانضمام للأهلي بجانب مصطفى فتحي في بعض من الصحف السعودية أجزمت باقتراب مصطفى فتحي الانضمام للنادي الأهلي هل في حاجة رسمية؟ مفيش حاجة رسمية دي نقطة النقطة التانية هنا في الخبر بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا على محمد إبراهيم نجمس الرميق لعب طبعا مميز جدا زي وزي مصطفى فتحي لو جوم الأهلي وكات رؤية الناس في النادي إن هما يجوا أكيد حيكون أضافة الفرقة لعبها مميزة لو مجوش برضو حنشوف فوضاته وكلام الأمور تبقى ماشي فيه إزاي لكن حتى الآن مفيش أي حاجة رسمية يا جماعة بيجتهادات كتير جدا وكل واحد بيتنبأ وكل واحد يتوقع وممكن حد يكون عنده معلومة طبعا بيجتهاد وبيحاول يجيبها لكن إحنا دايما هنا من خلال منبر الأهلي الرسمي ونتكلم بالشكل الرسمي حتى الآن الأهلي ما أنهاش أي صفقة في ناس تقول لك الأهلي خلص مهاجم الأهلي ما أنهاش أي صفقة لكن شغل الناس شغلها جوا النادي بشكل قوي جدا في طريقهم الإبرامة عادت من الصفقات المميزة واللي هتكون إضافة قوية جدا جدا بالنسبة للفرقة في المسم الجديد فده الخبر اللي قدام حضراتكم على الشاشة وده تعليقنا كمان عليهم وده كمان كان ترند الأهلي كان نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نيكامل